كورونا فيروس اعتبرته منظمة الصحة العالمية وباءً يحتاج إلى تكاتف الجميع للحد من انتشاره لكنه وفقاً لمراقبين استغل لأغراض سياسية كون تأثيره لم يصل إلى ما وصل إليه فيروس سارس وميرس الذين فاقى كورونا المستجد بعدد ضحاياه بكثير فرغم إعلانها تعليق الرحلات الجوية مع دول العالم باستثناء طائرات الشحن والترانزيت لم توقف قطر رحلاتها إلى إيران وهو ما اعتبره محللون رداً للجميل على موقف طهران من الدوحة بعد الأزمة الخليجية بالإضافة إلى إرسالها للمساعدات لهذا البلد الذي اعتبر مصدراً لانتشار كورونا في الجزيرة العربية ليس قطر فحسب بل ظلت الرحلات من طهران إلى عواصم عربية أخرى مستمرة كبغداد وبيروت بسبب العلاقات السياسية الوثيقة لتلك الدول مع طهران على الرغم من إعلان حظر التجول وحالة الطوارئ في كل البلدين أما الدول التي تمر بأزمة في العلاقات السياسية مع إيران كالسعودية مثلاً فإنها توجه مشكلة أخرى باستخدام مسألة كورونا بشكل متعمد أو غير ذلك من قبل إيران وذلك من خلال عدم تأشير طهران لجوازات سفر سعودي نازار البلاد خلال فترة انتشار الفيروس فيها حالة الهلعي من فيروس كورونا دفعت بعض الدول لاتخاذ خطوة إغلاق الحدود البرية مع دول أخرى كما يحدث في أوروبا بعد دعوة الاتحاد الأوروبي ثلاثين دولة إلى إغلاق حدودها البرية لكن بعض الدول كتونس مثلاً أغلقت حدودها مع ليبيا رغم عدم انتشار الفيروس فيها ما فسارهم مراقبون بأنه إجراء وقائي لمنع تسلل الإرهاب إلى البلاد تأثيرات كورونا ألقت بظلالها أيضاً على المنافسة الشرسة في قطاع النفط العالمي حيث تسببت حالة تراجع أسعار النفط العالمي مثلاً بسبب انتشار الفيروس في استفادة كبرى للدولة التي تملأ خزاناتها من البترول الرخيص وهي الولايات المتحدة